بعد أزمة اقتصادية وصحية خانقة ولسد العجز المال في الموازنة الحالية صوت مجلس النواب على مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي على أن لا يزيد سقف الخارجي عن خمسة مليارات دولار فيما حدد الاقتراض الداخلي بخمسة عشر تريليون دينار لتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين بما فيها رواتب إقليم كردستان حسب تصريحات البنك المركز العراقي المديونية العراقية كبيرة وبالتالي الاستدانة في ظل مديونية كبيرة هو لا يعتبر قرار صائب بالنسبة لكثير من المراقبين الاقتصادين المديونية وصلت إلى مئة مليار دولار وبالتالي الاقتراض في هذا الوقت سيضاعف مديونية إضافتنا فوائدها فربما الكثير يعتقدون أن هذا الحل الثراري الذي ثرت الحكومة والبرلمان لاتخاذها هو فقط لمعالجة مشكلة الرواتب خاصة في الأشهر القادمة وتواجه حكومة الإقليم ديونا تقدر بـ 27 مليار دولار حيث تتجه الأنظار صوب بغداد بعد أن أعطى البرلمان الضوء الأخضر للاقتراض للحصول على مستحقاتها المالية لتزديد رواتب موظفيها المتأخرة منذ أشهر عدة البرلمان العراقي صادقت على إصلاحية الحكومة في الإقراض من الخارجي والداخلي حسب الميزانية 2019 يجب أن يكون هناك حصة لإقليم كردستان لأننا أيضا نمر في هذه الأزمة المالية نتمنى أن نأخذ حصتنا وأن لا تمشي الأمور مثل ما صارت قروضات أخرى لم تحصل الإقليم على أي حصة منها تتجاوز مديونية البلاد من الاقتراض الخارجي للصندوق النقد الدولي وحسب مصادر حكومية المئة مليار دولار وعليها سداد ما يقرب من عشرة مليارات دولار منها هذا العام وبدون تأجيل يرى مراقبون أن الاقتراض بشقيه الداخلي والخارجي سيزيد من حجم الديون التي لا يمكن تزديدها في المنظور القريب في ظل تداعيات انهيار أسعار النفط عالميا من عربي البشيرة الحسن قناة الفلوجة